ترجمة نانسي قنقر السلام أخواتي وشراكم إن شاء الله ستكونوا لباس وما بدأين تشوفوا اللقدة دية في الفيديو أو في الفطوات على الفيديو عارفوها باليو كلاش ولو نقد الناس بزيزا في عايفو من ذاك اللعب لازم يكلاشيهم المهم هذه الحلقة راح تكون مقسمة إلى جزئين الجزء الأول هو نقدي الخاص وأول مرة راح نديرها الواحد اللعبات خاطر للزوني ودوك تفهموا له أما الجزء الثاني هو المشكلة التاعي مع بعض الجزائر فقط قبل أن نذهب إلى تفاصيل الموضوع حبيت فقط نوها الواحد النقاط النقطة الأولى أرجو منكم الاشتراك في قناته خاطر أرجالي يواب ما نقتلش نحكي فيها على وشهاب خاطر هي محددتني بالدروس والحلقات التقنية دونك اللي يحب يتابعني هذا الشرف لي بالطبع أما النقاط الأخرى فهي التمثل في الرسائل اللي وصلتني من الفيديو السابق الفيديو السابق اللي ما شاهدوه ستجد الرابط أسفل هذا الفيديو يعني كان له بالموضوع على سوق السوداء أولا على سكوار في الجزائر وإذا بيتفاجأ يعني بوحدة الرسائل نقض قسموا الناس اللي بعتوا همني إلى تاياة أصناع الصنف لهو الناس بزاف شكروني خاطر حكيت على هذه الحاجة وهذه الشرفتني أفون أما الصنف الثاني مدل نقد في طريقة لطرح الإشكالية قال لك نورمال ما تستعمل هذا الأسلوب وهذه حاجة من حقهم لم يجب لي أن تبين لي أنا واحد من الشعب والشعب هو الشارع ولكن لا يجب أن نحن قناة تقنية العبد يجب أن نحي هذا الأسلوب ولكن صح كما نقول هنا أقبوا لي الحلقة هذه بركة ومن بعد نورمال أما الصنف الثالث اللي دالي شوية العراج وخلاني نعاود في تسزيل هذه الحلقة قده من مرة كان الناس بزاف جاءت تسبب على الموضوع السابق حاجة حايرتني خلال فيما يخص السابق سأقصي أي شخص في اليوتيوب أو في الانستغرام أو فيسبوك هذه حاجة متوقعة أنا أصلا من الناس يقول لقد صدقتوا بعرضي لله يعني شغل هذه حاجة عادية خلال بصح كما تأتي تسببني على سكوار والسوق السوداء لهذه حاجة أسمع تشوف ما هذا؟ سأقصي أي شخص جاك شوك من ذلك عزيزي المشاهد تكون قاعد ترنقل ودع لبلي في عصرات لك ويأتي واحد يربش فيك ويوصل لك فكرة بي لازم تقول له هيا يا بابا تفت الحيط ونحي واحدك واحد ما راح يمسك هيا يا سوكا هيا يا ماما هيا خطر ناس بزيف قاعد تسنى هذا وصر لي في هذا الأسبوع ناس بزيف بعتولي واحد الرسائل المحسوبة عنها نفس المعنى ويقول لك فيها كيفاش طيح لتزاير كيفاش قاعد تفضح في بلادك ويقول لك حمار ما فهم مواله أنا حكيت على السوق السوداء هذه حاجة ماما نكون غالط سمي يا حمار أنا جامي في حياتي سبيت تزاير ولم يخليني شربي باش نسبها يا حمار اشبيت لي أي موقع أو أي فيديو من الفيديوهات اللي وضعتها سبيت فيها تزاير جامي مكانش لا تقوليش على الحراكتو أنا كنت نحكي قبل الحراك والناس اللي كانت تطبل البطاقة الذهبي أنا كلا شيتها وقتلكمدها مشروع فاشل لذلك أنا أنتقى أشخاص يسيروا في المؤسسات واسمها هذي أن ينتقى فيك والله ما تلقاه في شيء أحد أخرى أنا قاعد أنتقى فيك أنا أنتقى أشخاص والأشخاص هدومة ووضعتهم الحكومة والحكومة هذه وضحها الشعب يعني الشخص الذي قاعد تقدس فيه الذي قاعد يمشي في مؤسسة عملاقة لا يستطيع أن يمشيها هدايا خيره الشعب يعني بالمعنى الآخر هو خدام عند الشعب يعني أنا ليس مجبر لكي نقدس إنسان نقلبه إله هدايا مقرف عرّة لم يخدم خدمته يروح يقود بردون يزل جروع ولله ما قدوم مواجيفي بردون هدومة نحن لدينا كلمة تقوض نورمال لذلك لم أعتقد أي مؤسسة على المبالك عليها عزيز المشاهد خاطر ما مؤسسة دولة بمختلف أنواعها سواء كانت وزارات أو مؤسسة عسكرية تعتبر رمز من رموز هذا الوطنية يحمر أي نحكي مع نص لخوردر تسمى هذا الرمز لأنني أنت تقوم بمسه كما هو كما العلم كما التراب كما الأرض كما العرض كما الشهداء لذلك لذلك أنا أنتقد أشخاص كما قلت لكم والشخص هدايا أو الحكومة هادية ككل خدامة كاملة عند الشعب قل لي على عزيز المشاهد خاطرنا لأننا نخلص في حاجة اسمها لفاكتير لفاكتير هادية تمثل ركن أساسي في أي اقتصاد دولة وفي تزاير عندها يعني وزن كبير قل لي على عزيز المشاهد خاطرنا خاطرنا لدينا غير اقتصاد البترول وبرك يعني كون ربي الحنان في يومين من الأيام إن حين النعمة هادية نقول كشفة صادقة 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 ونسحك علينا كيف حالك يعني حبيت نوضح لك الفكرة بباركة ونشوكيك احنا اقتصاديا مثلا لو اختفت الجزائر من هذه الكعبورة الأرضية ستأثر اقتصاديا يعني لا تحولوش اجمع يعني مجرد تقلبوه قضية أمن دولة أنا جامي مسيطة بلادي ليس خوفا أنا أصلا نعشق في بلادي يحمار أنا نهالي خيارت اسم اللاشين هادي اللي قاعدت تقرأ فيها كان عندها صح اسم يعيف وبصح النهار اللي قررت نبان قدام الكاميرا وسمع النقطة هادي يحمار خطر أنا نبان بوجي وانت فنو قد كيفاش نقدر نعاون بلادي في هذا المجال اللي هو المجال التقني مشتعة وادر شرلومانتي اللي تفارجوا عليه وما تفعل لك وما تفعل لك هذا المجال فيه تنافس كبير بين الأخوة العرب وكيفاش نقدر نبان اسم بلادي يعني يا حمار اسم بلادي يسبك اسمي يعني أي واحد في اليوتيوب يقرأ الجير يواب وما يقراش اسم أيوب يعني أنا ديما نخرج لكم بلوغ وهي خريطة كاملة ومش مجبر باش نقولك بلي أنا نعشق تزير يا حمار مي باش نفوتوا النقطة هادي بركة ونزيد نطقفك كتبت لكم في الأول فيديو الجاهل وبتاريخه كتب عليه تكراره وماذا المعنى هادي يا حمار يعني قلت لك عن مدلك معلومات ما تلقى همش في شر واحدة أخرى معناتها بلي لو تأخذني أنا كميتالكيمو هاكا واندروها وولدت في 1950 في 1970 عمك أيوب عنده عشرين سنة نروح عند الوالد نقول له والله تزير معيش بتنيش الناس ما تطور علينا وماذا يقول لي هو يفكر لي سبب ويعني سبب وجيه يقول لي بلي نحن هنا ونخرجنا من مرحلة الاستعمار واحنا الاستقلال دينا ما أعطوهناش بيوزير خاطر ما كانوا يحكمون كانوا كاينين الرجال مساكن ما يحكمون البلاد يعني سبب موقنا وماذا ندير هنا ندير سوبات ونلعبوها وولدت في 1970 يعني في 1990 هنا عندي عشرين سنة كيف كيف ونروح عند نفس الشخص يعني إما الوالد وإلا نفس الشخص ونقول له ما يعجبتني تزايا ريتو ماذا يقول لك؟ يقول لك نحن كنا معاولين لأبو بيدين ايتو قال لي لا تزور الدول بزوال الرجال ما يعني بليش أسكو بو ميدين ندير حجم لي حتى تزاير ولا لا خطر قريت عليه وصار تناقض كبير ميبون نحن نحكيه وبر ونزيد ونديروها وولدت في 1990 وكيف كيف في 2019 ونفس المشكل خطر لي حكمينك ودي حكاية كبيرة بزاف على دي قلت لكم مشاركوه في قناتي الثانية رح نحكي عليها ليهي كينا ناس تسلط عليك واحد اللقطة شغلت خمامك يبقى في دائرة يسمى يوصلك فكرة بلي هذه البلاد مش هتتطور بوم في التعليقات ووسطتني وجهة نظر يعني أنا نقادر للناس اللي كيموا هكا قال لك باش تحب تبدر من حاجة لازم تغير من نفسك اوكي حاجة عجبتني حاجة يعني تمثل وجهة نظر وتبدل أفكار بصح أنا عندي وجهة نظر تعكسها ليهي أنا نحصل ديما في الحكومة باللي هي المسؤول على كلش نقول لي علي عزيز المشاهد لأنه نحصلها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم موش يقول لك يقول لك كلكم راعي منه وكله راعي المسؤول عن رعيته الحاجة اللي مقدرش نخدمها فيه موخي كيفاء الحديث هدايا ما يقولوش به خلاع ما يستعرفوش به والخروج على الحاكم نهار كامل هم يندبو عليه هذه حاجة حيرتني مثلا نعزي المشاهد عندي سبب من الأسباب نفرضوها باللي نغير من نفسي وهذه قاعدة على الدولة مثلا شخص ما خلص له فكتي تاعة تري سيتي يعني الدولة تسلناه يعادل من روحه ويأنبو ضميره ويروح يخلص الفاتورة بعد عشرين سنة أقسم بالله نعطيه الوديل يومين 48 ساعة شوف ما يخلص تري سيتي نحيه الكمتار يديروله نظرية لتقول لكي عند رأس الميت مثلا نعزي المشاهد عندي سبب ثانية تجد واحد ما خلص الغرامة يعني الحكومة ونقولوش الدولة ونقولو الحكومة يعني تسلناه يعدل من روحه ويخلص الغرامة في أي وقت يحكموه هكذا صاير ضاير بسكوتش ويدزوه في سيلونة ليس سيلونة ليين يأكل ويرقد وين كان ذاته لي يعزي المشاهد يعني يخدم من 8 إلى 12 ومن الواحدة للربعة لكي يخلص الغرامة لديه يحمار أما في آخر القراشة يعزي المشاهد نحكي مع الناس الطيبة لتشجع اليوتيوب ويتعطيني النقد بالنار حبيت نحلل لك شخصية الناس هدومة اللي يأتي ويسبوه في اليوتيوب وسي لا يحبوش كي اللي بنادم يحكي لحاجة فاسدة شوف في 2017 2018 كان استحواذهم أو استعمالاتهم في الانترنت تتمثل في حاجة واحدة اللي هي الفيسبوك حيث الفيسبوك كان موسوس منهم وكان لهم اللقطة وين يبعث لهم في تاسيون كان من ناحية لهم خاطر ما كانوا حلابوا وعلى بلوا بلوا حلابة بصح كتخلى عليهم 2018 2019 دخلت حاجة اسمها الانستجرام والتيك توك هنا نقدر لهم نقول لك استعمالاتهم إن قسمت بقيت مع 90% ما بين الانستجرام والتيك توك و 10% ما بين يوتيوب والفيسبوك في الفيسبوك من ذلك كوكوسا خطر ما هفاقوا بالناس حتى لا تقبلوا لذلك وفي اليوتيوب يتفرج الرشان رومانتي لكي يعيش اللحظة وعليل ويسابوا الناس كما نحن 90% ما بين الانستجرام والتيك توك اسمها الرنة يبنين في التيك توك يشل العينيه ويحاول يوصل لهذه الموزة خطر مسامحوني في التيك توك اللي بنات مدهرين حالة كما الموقع الأزرق وعيشين اللحظة لكن ما قايمتوش يروح الانستجرام وسمع الرنة يبعت لها انفتاسيون يبعت لها ميستاشاك سبتين يبقى شوف غلطة حياتك يا حمار كي تروح تمس ناس مالين ضمان نستطيع أن نقول لك التيك توك الانستجرام فيسبوك ميسنجر السنابشات التي ترى فيهم مركز تشبع أو التي تشبع شهواتك فيهم أنا نرى فيهم محل خدمة يحمار التي ترى فيهم أنا نرى مدراهم دولار يطير بعضها تسمى يغرق الشيطان يضرب كل ومن درجة بواحد ومن ضمان بعد أن تحمس قليلا قليلا نحكي عن المشكلة بريد الجزائر بريد الجزائر بريد الجزائر حكاية التي أعرفني أن أقدم خدمات بطاقة بيصير تسمى الناس يطلبوها من عندي وأنا كواسطة نجلبها لهم السيد الذي لم يجلب لي هذه البطاقات لم يستطيع أن يأتي كان لديه خدمة قلت بأعتمني في كوريا أو طرد ترى هذا الطرد في موقع تتبع طرد الفرنسي هاو ماشي هاو ماشي هاو ماشي هاو ماشي هاو ماشي ودخل الزائر بينغو كما رأيته اختفى سأذهب ونرى في موقع تتبع طرد الزائر الخاص بريد الجزائر العرّة السيد جاء ممشالي أنا جاء ممشالي الناس يمشالوا في هذا الموقع يجعلنا في تعليق بلايك أنا غالط ونخرج نستعرف عادي ما عنديش مشكل خاطر أنا يبني هداك الموقع ونجيبك الزائر عندها تمانين سنة طلع علي كود باش نربح خمسمائة مليون وما نقدرش نطلع الكود على الكاباتش هداك من ضربة لولا ميبو عدت واحد السبعة عشر يوم روحت لبوست هنا وقلت لها مساء الخير قلت لها عندي كوريا ماجاش خاصة ميهك قلت لي لا أخبرت لك نقطة بشغل كيفية نقطة وقلت لك عندي وقلت لك لا 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 قلت لك ونجدت نعاون برك وماذا أخبرني فيك أنا وماذا أخبرني فيك لديك قاعدة في باست سمت نحكي معك تخدميني أو كنا نحكي ودركة لكن هنا باش تخدموني أنا قاعد نحكي معك بعقلينية يا سيدي قلت لك ما كان حتى كوريه ما تصير انترنت في الموقع الرسمي قلت لك لقد حذرت رقم ونعيطهم هذه من 940 خطرة هذه مجتمع مجتمع من جنة وقلت لك الفرحة هذه خطة وقلت لك لي لي نهاية وقلت لك استنتقل قلت فيها أنت في المشاهد عزيز فرحت أعطيته لي أن أقسم بالله سأطلعهم بك 1-150 مرة أو 200 مرة طائحة نصعمت هم أو مدهرين من الأحيان سيسير لا يوجد من التليفون وضعنا فيه كشق برض لذلك كان يحب أحد يحكي معك يجب أن يسيد المتوفي لك لذلك لم يجب أن أقوم بك فأنت أقوم بك سيزاوهم من الأدوان سيسير سيزاوهم لم يجب أن أقوم بك سيطلع الفرنسا قالوا أنه كرية التي أقوم بك سيزاوها لم يجب أن أقوم بك سيزاوهم فأنت أقوم بك أن تتعلم أن تقوم بك لذلك سيزاوها لذلك تقوم بك كيف كانت تقوم بك وكيف تقوم بك مهمة منطقية فأنت أقوم بك وقم بك فأنت إلى الموقع الرسمي في جمارة الجزائر وقامت لحواجها المحضورة الأسلحة بجميع أنواعها المواد الكيميائية طائرات بدون طيار وكاميرات تجسس هذا لا يوجد معروفين وواقعيين لكن الكارت لم يكن أصلاً كملاحظة لكي نوضحها لكم فكرة البطاقات تحت فيزا بايسيرا لا يهم لي بطاقات العادية هم بايسيرا وبيوناري هم بايسيرا وبيوناري ويأخذون من الناس يخدمون انترنت لا يهم لي بطاقات بقى البطاقات مثلاً لا يكون فيها 0 أورو تجبد مصرف الأريك تجبد على خطر تنحية من الوصول بالصحة بايسيرا وبيوناري هم بيتكارت يجب أن يكون فيها مدراهم لكي تستعملهم سنو كما نقول لنا مجرد بلاستيكا برك و المشكلة ليس هنا المشكلة لكي لا يكون سيزاتهم بريد جمالك الجزائرية يبعثون لي إشعار عن طريق البريد قال أولدي سيزيناه موسيبون لكي لعبدي دير حسابه حسابه هم محضورين وعلى هاتزاير تخليفهم يدخلوا كان بايوناري تدخل عادل لتزاير كان بايسيرا سابقا تدخل عادل لتزاير المشكلة ليس هنا المشكلة نحن في تزايرك يصلك مشكلة لا تعرف ماذا تشكي ما يقولك خاطئة لكي أحبت نحكي بريد جزائر ليس يخسرني في كوريا لقيمته في فريمون قريب 7 ملايين أو أكثر قلقتني بلي فيها حوائج بزاف ويجب أن نحكي عليهم بحكم محتوى قناتي بالطبع نرى أنا تباني بريد الجزائر تسييرها عرّة وواطي إخلاق نقول لي عليها عزيز المشاهد بما يحبين بالتعامل بالتعامل مع الناس بالتعامل مع الناس موقع تتبع الطرد نحكي لك على حاجة نستعمل هنا جامي مشالي أني ليس بوجادة نستعمل هذه اللقطة دائما نشارج سير انترنت مجامي مشالي نحكي لكم على التسيير كما نذهب إلى الناس نحب في الناس نحب أن نرى كماني سير انترنت سير انترنت نحيولي الفرنك نحب أن نرى الناس نحيولي الفرنك نحب أن نرى الناس نحيولي الفرنك وقال لي لماذا أسكر منها أو لا قال لي أن تضع دراهم عندهم يجب أن تخلص ثلاثة ألف هذه حاجة حيرتني وقال لي هذا يسمى جوع في التسيير ليس هكذا تضر مؤسساتك هذه فكرة تبقى في 1960 هذه حاجة لم تكن في الدنيا نحب أن نحكي لك نحكي لك نحكي لك نجد 5 مكاتب 5 مكاتب يمشي ثلاثة مكان والناس وقف 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 نحكي لك نحكي لك نرى على وصحة نحكي لك نحكي لك شاهد ترى 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 مؤسسة حكومية لا يوجد ترى مجموعة وقف أنت ترى كثيرا في التسيير ونحكي لك ونحكي لك ترى ترى مرحلة كبيرة حكمها دواب وشياب وغفزتها من تكنولوجيا ونقدروا ونحكي لك 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 ونرى المواد الدستورية ترى ونقرأها ونقصر لك لذلك لديك المشكلة ونحكي لك المشكلة ترى الفرد الجزائري كانت حياته بسيط أخلاق كان عنده حياته إما خدام أو حيطس لكن خدام مصوله يروح العشية يتعاشى يصهر قد ترى يروح في الرامي أو في الديمينو أو هذا يمكنك لديه مشكلة تزايل ونحكي إستخدام نحن كنفات طريق ليس كنفات وهناك مزيدة إما لديك يتقنون الناس وعند أفكار يتطور وإنكت لا تستطيع التواصل لها الفكرة ونعطيك محل الخلاف ناحية الانترنت سلام